السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح تكون فروض الفصل الأول لسنة أولى ثانوي جذع مشترك آداب وكل مرة رايحة ندير لي شعبة مختلفة إذن فقط أصبروا عليها كل مرة نحط لي مستوى ولكل شعبة إذن هذا خاص بشعبة الآداب فقط تابعوا معايا عدنا نص أسئلة حول النص وعدنا قواعد تمارين حول القواعد ووضعية إدماجية إذن نقرأوا النص مع بعض ونحاول أنني نشرح لكم شوية برك باش تعتمدوا على رواحكم في الفروض والاختبارات رايحين نهضروا على الحاسوب أو جهاز الحاسوب إذن هنا نتحط على جهاز الكمبيوتر والفوائد أنتعوا second they can also support much information in the form of letters, drawings, numbers and figures their ability to store and execute lists of instructions which are called programs made them very famous and distinguished إذن هذا هو فوائد الكمبيوتر قال لك يسهل لنا الحياة ويحل ملايين من المشاكل ويخزن ملايين من المعلومات بسرعة ويستطيع أن يرفض، شوفوا الرسائل، الرسومات، الأرقام، كل حاجة يقدر يرفضها ويتحملها وعنده أيضا قابلية التخزين إلى غيرها nowadays nowadays معنتها الوقت الحاضر هذا الوقت اللي أنا فيه computers are replacing men in many files جهازة الكمبيوتر وش داره؟ كما نقوله الدوء أماكن الناس العباد استبدل العباد بالكمبيوتر they are used for many various kinds of work in offices, banks, hospitals and universities استبدل الإنسان بجهاز الكمبيوتر في عوض أنه العبد يروح يخدم في بونكة ويبقى حكم ورقة وستيل ويحسب ويكتب ويكسر راسه فيها بزاف خدمة وجهد الجهاز الكمبيوتر يقوم بعمله today simple computers are small enough to fit into a car هذا الوقت اللي أنا فيه الأجهزة الحاسوب والأجهزة صغيرة تقدر ترفضها في طو موبيل تقدر تديها وينتحب وفلوا فيها digital cameras in digital cameras in robots and children's toys ولا موجود في كل بلاس ولا موجود في السيارات في ألعاب الأطفال ولا موجود أيضا في الروبوت اللي هما الرجال الأليين الكمبيوتر موجود في جميع الأماكن وفي جميع الآلات وفي جميع الأجهزة اليومية لنستعملوا فيها as they are becoming cheaper and smaller ويستعمل في بزاف ما يدين لأنه ولا صغير ورخيص their use is getting more and more widespread استعمالة انتعو رهي غير تتوسى however a lot of people are afraid of computers because they think that one day computers will take over the world from men and they will dominate the human species نقل لك الإنسان ولا خايف من لأنه خاف من أن الجهاز الكمبيوتر يكتسح العالم وبذلك يأخذ مكان الإنسان إذن هذا هو النص نقرأ الآن الأسئلة الخاصة بهذا النص إذن هنا بعد ما قرنا النص وفهمناه رايحين نجاوبوا على الأسئلة اللي هي reading comprehension are the following statements true or false computers are very valuable valuable من تقيمين غليين machines computers can substitute men in many files computers are used just in offices a lot of people are fearful fearful من تخيفين of computers صحيح أم خطأ in which paragraph is it mentioned that computers are used for different purposes وشنو هي الفقرة اللي هو مذكور فيها أهم استعمالات من تعلق الكمبيوتر ولا ما هي فوائد الكمبيوتر فقرة الأولى أم الثانية answer the following questions according to the text do computers facilitate our daily life where are computers used why are a lot of people afraid of computers هنا رايحين نجاوبوا على هذة الثلاث أسئلة من خلال قراءتكم في النص شوفوا التمرين الرابع عدنا هنا a عدنا there هنا على وش يعود وهذا زوش كلمات في النص على ماذا تعود فقط هنا مامشي بانومليح شوية راهم متخبيين عدنا there لراه في الparagraph 1 مكتوبة import type بالخط العارض وعدنا which أيضا على وش تعود هناك يكونوا عدنا كلمات يقول لكم شوفوهم على وش يعودوا تقرأ وش كاين قبل هذه الكلمة وتقرأ وش كاين بعدها لأنه أحيانا تكون الأجوبة قبل أو بعد هذه الكلمة عدنا there and which find in the text words that are opposite in meaning عدنا عكس stupid and not known not known but put the verb or put the frequency adverbs and the verbs in their correct form and place احنا رايحين نحطوا frequency adverbs في مكانهم الصحيح ونصرفوا الفعل أيضا بطريقة صحيحة عدنا he to wake up early in the morning عدنا often the children to be playing football عدنا always he to drive his car faster than usual عدنا sometimes احنا تديروا الفريقونسي adverbs في البلاسة الصحيحة وتصرفوا الأفعال circle the silent letter الحرف الصامت في الكلمات الآتية answer right once they and know fill in the gaps with words from the list given عدنا أربع كلمات information click account and in order to رايحين تعمرهم في الفراغات المناسبة باش تتحصلوا على فقرة create a facebook page or a facebook home page you must have an email or a phone number you have to center عفوا to enter your personal and then you on the sign up bottom هنا عندكم الكلمات تتعمروا فقط الفراغات بالكلمات المناسبة شوفوا الآن الجزء الأخير اللي هو situation of integration عدنا choose one of the following topics دائما هنا في المواضيع انت الثانوي يمدوا موضوعين ولك حرية الاختيار في موضوع يكون سهل عليك topic one computers are useful inventions that almost every home has one write a paragraph talking about the different uses of the computer to you as a pupil the following notes may help you احنا قال لك الكمبيوتر هو اختراع سهل لنا المعيشة ويستعمل تقريبا يوجد في كل منزل اكتب فقرة تتكلم فيها حول استعمالات الكمبيوتر لك انت كتلميذ ولا هنا فقط انا دلكم فقرة عامة حول استعمالات الكمبيوتر وهنا انت كتلميذ رايح يعاونك على كتابة البحوث كتابة رسائل ايميل حول الدراسة بزاف في الدراسة يعاونك بطريقة اللي انت تستعمل فيها الكمبيوتر the following notes may help you to study and search for new information to play different games to chat with friends to draw الى غيرها هذو هما المعلومات اللي راحين قديروهم في الفقرة فقط اهنا انا دلت لكم استعمالات الكمبيوتر عامة ومنها تديو وش هي الاستعمالات اللي انت تستعملها ولا تقدروا في فقرة تديروا فقط هذو النوت اللي مدهم لكم to study and search for new information to play different games to chat with friends and to draw and to make researches الى غيرها وعدنا topic 2 the internet is very useful invention as it offers us great services هنا راحين تحطوه على الانترنت هنا راحين تكتبوا فقرة حول فوائد الانترنت واختاروها المخبية مور الاستعمالات انتاحة لكم حرية الاختيار اذا نبدو في حلول هذا الموضوع تبعوا معايا عفوا حلول هذا النموذج اذا هنا عدنا true true false and true الاولى فقط انا اخطأت باش نديرها true درت false انا صححتها لانه هنا very valuable معنتها اهمة الكمبيوتر هو الا هامة اذا هنا صححح لانه هنا لو كان قالونا expensive machines انا نديرو خطأ لانهم قالونا cheap ما همش expensive عدنا true true false and true اذا true true false and true نشوفو التمرين الثاني in which paragraph is it mentioned that computers are used for different purposes purposes هفوين اذا هنا in paragraph one اعتذر اليوم اني عيانة اني خلط شوية في الهضرة اعتذر اذا in paragraph one تم ذكر اهمية ولا استعمالات الكمبيوتر answer the following questions the computers facilitate معنتها يسهلوا our daily life yes they did yes they did هنا الكمبيوتر يسهلنا الحياة yes they did نشوفو number two where are computers used where are computers used they are used for many various kinds of work in offices banks hospitals and universities why are a lot of people afraid of computer قالك عليه بزاف ناس هم خايفين من الكمبيوتر هذا مذكور في الفقرة الاخيرة because they think because they think that one day computers will take over the world from men and they will dominate the human spaces okay عدنا هنا there تعود على computers their computers and which تعود على lists of instructions lists of instructions which are called programs زراهي مذكورة في الفقرة الذي دايما نقول لكم أقرأ وقبلها وبعدها عدنا stupid العكس انتح clever and not known غير معروف العكس انتح famous مشهور أو معروف نشوف الآن تمرين رقم number two عدنا he often wakes up early in the morning the children are always playing football فقط هنا يكون عدنا frequency adverb always auxiliary to be verb auxiliary verb to be يكون قبل ما يكون بعد سحكي عدنا never auxiliary verb يجي بعد the children are always playing football he sometimes drives his car fast than usual أوكي هذو هما frequency adverbs وهذا هو التصريف تع الأفعال عدنا circle the silent letter الحرف الغير منطق عدنا answer w write w Wednesday the d and know the k هنا هذو تمرين ساهل عليه نقطة fill in the gaps هنا عمرنا الفراغات in order to create a facebook home page you must have an email account or a phone number you have to enter your personal information and then you click on the sign up button اذا هذو هما الفراغات في الأماكن المناسبة وهنا في situation of integration هنا أنا خيط لكم topic one ولكن هنا فقط هما طلبوا منكم أنكم تكتبوا الاستعمالات أنت على الكمبيوتر لك أنت كتلميذ أنا هنا دلت لكم الوضعية اللي ممكن واللي أكثر تكون في الفروض ولا في الاختبارات اللي هي استعمالات الكمبيوتر عامة هنا حدولكم لك كتلميذ وشدير بالكمبيوتر ولكن أنا هنا ومدلكم معلومات تقدرون أنتم توظفوها المعلومات اللي مدوها لكم في الموضوع المقترح أنا هنا فقط بدت لكم الموضوع دلت لكم استعمالات الكمبيوتر عامة لأن الوضعية هذه مقترحة كثيرا للفروض والاختبارات إذا تابعوا معايا computers are a real smart this real invention has a lot or this smart invention تحبو تبدلو هنا smart ولا كيما تحبو تديرو اخترا تحبو تقولو this invention بدون ذكر adjective ولا بدون ذكر كلمة real has a lot of uses such as online bill payment نقدر نخلصو به لفاكتور online watching movies or shows نقدر نتفرجو به الأفلام ولا العروض at home في المنزل playing games لعب بالألعاب هذو منهم اللي اقترحوهم علينا في topic نكملوا مع بعض they provide communication through electronic mail they help to avail work from home هنا فقط الكلمة اللي نمسطر عليهم أني شرحتهم لكم في الأسفل ذو كتلقاوهم في نهاية الفيديو it helps the student community to avail online educational support هنا فقط to avail عندها عدة معاني هنا قدر نقول يسهل العمل ولا يفيد يفيد في العمل إذن it helps the student community to avail online educational support they are used to perform several tasks in industries يستعملوهم أيضا في المجالات الصناعية like like managing inventory inventory إذن كتفو الشرح التح designing purpose creating virtual simple products the benefits the benefits of computer of computers اهم الاستعمالات باش إلا طلبوا منكم استعمالات الكمبيوتر عامة رايحين تبنيوا فقرة صحيحة بمعلومات عامة تساعدكم وتكون شاملة لأهم استعمالات الكمبيوتر إذن نعود نقرأوا مع بعض computers are a real smart machine or real smart machines and now we add an S أيضا this real invention has a lot of uses such as online bill payment watching movies or shows at home playing games etc they provide communication through electronic mail they help to avail work from home it helps the student community to avail online educational support they are used to perform several tasks in industries like managing inventory designing purpose creating virtual sample products the benefits of computer are countless إذن نبر 1 to avail الاستفادة نبر 2 inventory الهو المخزون and نبر 3 عفوان سمبل الهي عينا إذن وصلنا لختم هذا الفيديو على بالي كثرت عليكم في الشرح ولكن للاستفادة فقط نتمنى إن شاء الله هذا الموضوع يفيدكم وتستفيدوا ونتلقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله ترككم في رعاية الله وحفظه بقوا على الأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر